تعد جامعة الشارقة أحد أهم وأكبر الصروح العلمية الشامخة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وذلك بفضل الدعم والرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة رئيس جامعة الشارقة حيث افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة صباح اليوم التوسع الجديدة لمبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم ومعرض مشاريع تخرج طلبة الكلية للعام 2018-2019 تخرج 14 الذي أقيم بالمبنى الجديد للكلية وتجول سموه في أرجاء وردهات وأقسام المعرض الذي ضم 104 مشاريع للتخرج من أربعة أقسام بحكي عن برنامج التصميم الداخلي عندنا 57 طالب خريج لهذا الفصل أو لهذه السنة طبعا المشاريع تنوعت وكل المشاريع تخدم توجهات الشارقة واحتياجات الشارقة بما فيها المشاريع المستدامة المشاريع التي تخدم المجتمع المشاريع التي تخدم الإنسان تخدم البيئة فكلها تقريبا مشاريع جاءت من رؤية الشارقة المستقبلية ولخدمة الشارقة كمجتمع وكأمارة اليوم عندنا 23 مشروع تخرج لتلاوع 23 طالب وطالبة من ثقافات وجنسيات مختلفة المشاريع متنوعة من حيث مضمونها من حيث طريق التطبيقها بين التصميم للمطبوعات والتصميم للتلفزيون أو التطبيقات الإلكترونية كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة المرافق المتعددة الخاصة بمبنى الكلية الجديد ضمن التوسعة الخاصة به واطلع على القاعات والمرافق المخصصة وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال التكنولوجيا والمتماشية مع دراسة الطلبة واحتياجاتهم التعليمية والتدريبية وفقا للتخصصات التي تطرحها الكلية اسم مشروعي تراثنا هدفي من المشروع هو تصميم قصص أطفال يساعدهم على التعرف على تراث الإمارات للأطفال الإماراتيين والغير الإماراتيين من عمر السبعة للـ 12 سنة مشروع اسمه البواسل طبعا المشروع هو مركز ثقافي عسكري يهتم المشروع بتثقيف وتوعية الجيل الشاب بأهمية التجنيد العسكري فكرة المشروع يتضمن متحف لتكريم حماة الوطن لجهودهم وأرواحهم التي تضحوا بها من أجل الوطن مشروعه هو عبارة عن مركز منتجات للنخلة هذا المشروع يعني يهدف إلى عرض منتجات النخلة بيعها يراوي الأجوال القادمة شو هي المنتجات الممكن أن نطلعها من النخل وأيضا يستقطاب للسياح أن يشوفون شو هي أنواع النخل شو هي المنتجات الممكن أن نطلعها من النخل وعشان يتعرفون على ماضي الإمارات مشروعي تكون من سبع لوحات وكان عندي أكثر بس يعني هاي الأكثر شي حصتي أقدر أعرضهم سويت عن عندي لوحة عن لغصان لوحة عن النخلة ولوحة عن الورود ولوحة عن أوراق الشجر يعني بشكل عام يعني المواد عضوية كل شي يعني مشروعي هو معهد القاسمي اللي بيحوث النباتات النادرة فكرة المشروع مستوحى من توجيهات صاحب السمو والشيخ دكتورة سلطان القاسمي هو رح يسوي حديقة النباتات النادرة قرب الجامعة فطلب يكون لها معهد لمختلف فئات العمرية يكون فيه لابات الأبحاث مختبرات ورح يكون فيه معرض مصغر يجمع النباتات من خارج الدولة ونباتات الدولة معرض مشاريع تخرج 14 إبداعات متميزة تعكس مستوى التفرد لطلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم ومستوى الإعداد العلمي والمعرفي التخصصي والممارسة العلمية القائمة على البحث والتفكير النقدي بحياكم الله أيضا مشاهدين للحديث أكثر عن مشاريع تخرج الدفعة 14 من طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم وكيف جاء اختيارها نستضيف اليوم الأستاذة دكتورة نادية مهدي الحسني عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارق قحية شاء الله دكتورة نادية أهلا وسهلا بك وبعنا هذا شرف تكونين هنا موجودة بالتأكيد وهذا اندال يدل على اهتمامك بالتأكيد بمشاريع تخرج الطلبة وكذلك أيضا بهذا المعرض أولا نقولك ألف مبروك شكرا متأكيد على هذا المعرض ألف مبروك كذلك على التوسيع الجديدة لمبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم شكرا جزيلا خلينا نتكلم عن هذا المعرض أو عن مشاريع التخرج في الدفعة الرابعة 10 نتكلم عنها بشكل عام كيف يتفكرت أساسا المعرض الكليات طبعا الأربعة أو التخصصات الأربعة عفوا كلهم يشاركون في هذا المعرض أولا نشكر استضافتكم لكلية اليوم وتغطية اليوم الخاص بالنسبة لكلية الفنون وأحب أن أبدأ أولا بالشكر خاص إلى سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ورئيس الجامعة بالحقيقة يعني إذا ما كان دعم موجود اللامتناهي والحضور تقريبا كل سنة لأربعة طعش سنة يحضر بنفسه لهذه المعرض يدل على شيء أنه الاهتمام الخاص بالفنون الجميلة وبالتصميم صحيح فاليوم شرفنا بزيارة الصبح وكانت زيارة ممتعة مثل ما تفضلتي الغرض منه كان الافتتاح بس الشيء الأهم هو المعرض السنوي لمعروضات الطلبة مشاريع التخرج كل كليات الفنون الجميلة والتصميم بصورة عامة في أنحاء العالم يقومون بهذا المعرض يعني هذا المعرض يمثل خلاصة أو نتاج العمل الطلبة المشاريع عادتين تكون بانتقاء الطلبة صحيح وتركز على الأشياء التي يختاروها المواضيع تكون خاصة بالطلبة بالنسبة لأنه هالسنة أفتخر أدنى زاد العدد إلى 104 طالب وطالبة يمثلون لاختصاصات الأربعة 57 مشروع من العمارة الداخلية 23 مشروع من التصميم الجرافيكي والمتعدد الوسائط 12 مشروع للأزياء تصميم الأزياء والمنسوجات و12 مشروع للفنون الجميلة جميل يعني أنا أعتقد دكتورة أن مشروع المعرض لمشاريع التخرج الخاص بكلية الفنون الجميلة والتصميم هو ليس كأي معرض تخرج آخر يقام في الجامعات بشكل عام أنا لا أتحدث فقط عن جامعة الشارقة أو غيرها من الجامعات لا في كل الجامعات لأنه عبارة عن مجتمع فنون أعتقد أن هذا المجتمع ومجتمع الفنون يجد بشريحة كبيرة سواء كان من الهيئة التدريسية سواء كان من الطلبة سواء كان حتى من الأشخاص من خارج أو المهتمين بالفنون والتصميم من خارج كذلك أسوار الجامعة فكأنما كليتكم تقيم معرض فني وليس فقط معرض لمشاريع التخرج لأن مشاريع التخرج الأخرى في الكليات الأخرى يمكن يحضرونها فقط متخصصين كلامك صح تفتيحون الباب للمهتمين بالفنون نحن لا نتكلم عن الطلب أو عن الهيئة التدريسية كلامك صح هو معرض فني ومعرض للتصاميم وذلك المعرض يكون أولا نحضر له قبل 10 أسابيع كأي معرض عادي بس هذا المعرض للفنانين اللي رح يكونون زملائنا إن شاء الله كمصممين ومصممات وفنانين وفنانات بعد كم أسبوع المعرض يكون لمدة شهر وهذا طبعا كلامك صحيح المعرض الباقي الاختصاصات الثانية ما تكون بالطول وكلامك صح لأننا ندعو كافة الشرع المجتمع اليوم مثلا عندي تثبيت الأهالي يجون الأصدقاء يجون الفكرة من المعرض هو مثل ما تفضلتي من الناحية الأكاديمية التركيز يكون على البحث من الناحية الفنية التركيز يكون على الإبداع والابتكار والإبداع والابتكار ما في أحد اليوم خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما عنده فكرة الإبتكار والابداع بالضبط على لسانة فطبعا هذول الشباب الجدد والشابات لهم تطلعات واحد دائما يتعلم من الشباب يعني صح نعلمهم كأسات بس احنا كمان أيضا نتعلم من عدهم تأتي الأفكار اليديدة الحقيقة من الشباب والشابات بالتأكيد أنا طبعا هني عندي حابة استعرض الإصدار الخاص يمكن بهذا التخرج وعيبني وايد أو حبيت فكرة أنه فيه إصدار خاص توثق فيه كافة مشاريع التخرج اللي طبعا يعني الطلبة المتوقعة تخرجهم هذا العام كل مشاريع التخرج الأمية وأربعة اللي تكلمنا عنها موجودة هنا فالفكرة جميلة جدا يمكن في البداية يعني صورة صاحب السمو حاكم الشارق الله يحفظه صور كذلك أيضا رئيس الجامعة كذلك أيضا تحية لدكتور حميد مجول النعيمي كذلك أيضا هنا فهرس المحتويات شو فيه بالضبط الأربع كليات في تعريف للأربع كليات إذا واضح هنا شو هي التصميم الأزياء والمنسوجات الفنون الجميلة معرفة مغطية على المايك التصميم للغرافيك والوسائط المتعددة وأيضا العمارة الداخلية والتصميم فهني موجودة الأربع الأربع التخصصات عفوا اللي موجودة في هذه الكلية هني أول ما نفتح موجودة طبعا رسالة مدير الجامعة الأستاذ دكتور حميد مجول النعيمي كذلك أيضا مشكلة أن أنا مبعفة أمسك رسالة عميد الكلية اللي هي الأستاذ الدكتورة نادية ضيفتنا لهذا اليوم ونبدأ نشوف مشاريع التخرج بالتأكيد حتى الكليات في لها رسائل موجودة في رسالة برنامج تصميم الأزياء والمنسوجات وهذا اللي أعتقد يخلي الإصدار اللي جدامنا الدكتورة إصدار متكامل يعني هو مجرد بروشور لا أبدا هذا يأخذ وقت من عندنا نبدأ نشتغل هذا بالذات هذا الإصدار نبدأ به قبل حوالي شهرين الفكرة أن الإصدار هذا يتكون من أربع أقسام أربع أجزاء كل جزء يشرف عليه رئيس القسم بالبداية مقدمة عن القسم فرئيس القسم يكتب نيابة عن الأساتذة وهي رسالة من القسم من رئيس القسم والأساتذة إلى الطالبة اللي رح يتخرجون بعدين كل طالب يكون إلى صفحتين صفحة أنت اختاريتي ما شاء الله عليك هذه العباية وبالذات هذه هي بنت المطر هذه جاية الفكرة لهذه التصميم من الإمارات إنما يكون المطر شديد يطلع نوع من العنكبوت لونه أحمر مخملي وطلع هذا العام بنت المطر وهذا العباية المجموعة هذه العباية للطالبة منها جاء على استوحتها يمكن كذلك من هذه الفكرة هذا طبعا بالنسبة لكليات المنسوجات هذه لتصميم الأزياء والمنسوجات طبعا مثل ما ذكرت الدكتورة فيه كلمة يمكن تكتبها للطالبة وتعبر فيها عن فكرتها أو الثيم التي اختارتها وبالتالي هنا تختار جزء من تصاميمها وتوضع في الصفحة المقابلة وهذا شيء جميل جدا أنه توثق أعمالهم وأنه كذلك أيضا يكون لهم تعبير ليس فقط في المعرض وأنما هذا تعبير موثق في الكتاب أو في الإصدار أنه شو فكرتهم أو ليش اختاروا هذا الثيم أو ليش اختاروا هذا التصميم طبعا هنا في وايد مشاريع أنا وايد حبيتها وعيبتني لكن يمكن باختار مجموعة من التصاميم أنا دكتورة أنا سألتك عن هذا هذا طبعا تابع لكلية شو قسم البرنامج الفنون الجميلة فنون الجميلة هنا نشوف عبارة عن هابيتيشن أو مسكن ويمكن نتفاجئ ويمكن نتفاجئ أنه فيه ثلاجة موجودة هي مشروع التخرج اللي صممت أحدى الطالبات وهي الضحى أبو العز غريبة الفكرة دكتورة الفكرة طبعا احنا نتكلم بالسابق الفنون الجميلة كانت رأي شخصي مو شرط أنه يعبر عن فكرة أو عن واقع اليوم الفنون الجميلة شيء ثاني الفنون الجميلة اليوم تعبر عن الواقع عن هالسنة بالذات عندنا تقريبا نص الطالبات أخذوا أو اشتغلوا على أفكار اللي هي من المجتمع مشاكل اجتماعية واحدة من عندهم اطرقت مثل ما اتفضلتي هذه مثلا طالبة من الهند خريجة عايشة بالإمارات حياتها كلها فتتكلم عن المشكلة واللغة العربية فالفكرة اللي عندك ما فيه عربي مسلمة هي من الهند فالعربي اللي تقرفه هو يعني بحكم أنه هي مسلمة بس ما بتتكلم العربي بطريقة المسكن شيء ثاني أنه ما معنا المسكن اليوم وإحنا في زمن اللي متعودين به على التواصل الاجتماعي ويعني شو معنا البيت شو معنا السكن شو معنا العائلة كيف نحن نتفعل جميل أنا وايد أحب الإبداع أو الرسائل المقدمة والأفكار الغريبة يعني فكرة ثلاجة فكرة وايد غريبة ومبتكرة الحقيقة ولذلك أنا طبعا ركزت عليها هنا كذلك أيضا في قسم أو برنامج التصميم الجرافيكي مختلف بتمييز هذه طبعا الجميل أنه هي ركزت على حملة التوعية بطيف التوحد في التصميم أو التصاميم اللي أعدتها فهذا شيء أنا أحب هذا أفتخر عندي طالبة وكلمتها اليوم صراحة وقلت لها إن شاء الله تطورين المشروع أخذت مشكلة اجتماعية أنه يتصورون أنه الشباب اللي عندهم توحد أنه هذولا غير عن الناس أنه هم غير طبيعيين واشتغلت بالمناسبة مع طالب عندنا أنا فخورة جدا بالطالبة اللي اشتغلت على هذا المشروع المشروع حساس والمشروع صعب فحتى تجيبي وطلعي بطريقة مبتكرة كان يراد لها شغل كثير جميل طبعا أنا عندي هنا يعني العمارة الداخلية أنا وايد تجذبني يعني وايد أعتبر أنه شيء فيه مجال كبير للإبداع والابتكار المشاء الله عليهم الطالبات يعني وايد ابتكروا في مسألة العمارة الداخلية فكلهم مصممين مشاريع جاهزة يعني مثلا هنا مركز الأثاث المستدام مؤسسات لتعليم لغة الإشارة لاعتناء بالشيخوخة وكلها طبعا أشياء أنت تشوفونها ممكن كشكل لكن هي أكيد صديقة للبيئة ويعني تعتمد على مسألة التنمية المستدامة وغيرها من الأمور اللي يعتمدون عليها في التصميم الحديث هذه طبعا يمكن فكرة مشروع مؤسسة شارقة لأعمال التطوعية وفيه وايد وايد تصاميم أنا للأسف يعني الوقت مبوم خليني يطالع كل هذه وايد حلوة هذه مؤسسة شارقة لترجمة القرآن الكريم شوف كيف التصميم المفروض أن هذه مؤسسة للقرآن الكريم أو تعنى بالقرآن الكريم تصميم جدا جميل جميل أنا هنيت دكتورة الحقيقة على وجود هذه المشاريع ونحن نعرف أن كثير من مشاريع خصوصا في العمارة الداخلية والتصميم لا تهمل ما هو مصير هذه المشاريع وماذا كان عشان نعطينا ماذا تجيب كان في مشاريع سابقة أخذت بعين الاعتبار وتم الاهتمام بها نتكلم عن هذا الجانب بشكل سريع المشاريع بالذات للعمارة الداخلية والتصميم مطلوب من الطلبة أنه يختارون مشاريع أنه ممكن أن تنفذ على مستوى الشارقة فمشاريع سابقة كانت مثلا المتحف القاسمي الذي حاليا يشتغلون مع معهد الدكتور عبد العزيز المسلم أذكره بالخير لأنه صديق عزيز على الكلية فنشتغل على مشاريع واليوم بالذات واحدة من المشاريع التي برزت كانت متحف البواسل التي هو تكريم الشهداء ونشاء الله بكرة من الصباح نشتغل مع مديرية الأشغال ونشوف كيف نطور المشروع حتى يتنفل جميل جدا جميل دكتور كذلك أيضا كنذكرنا نحن التوسعة ما أخفلها سأتكلم عنها بشكل سريع كذلك أيضا ما الذي تشمل هذه التوسعة الجديدة لمبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم وكيف تكون التوسعة الجديدة كيف شكلها أنا أعتقد أننا لازم يدخل فيها جزء كبير كذلك من التصميم الفني أو الحس الفني التوسعة ليست قليلة بالمناسبة قبل ما أحضر البرنامج أخذت المساحات التوسعة 40% زيادة على البناية الحالية 40% كأنما بناية جديدة والحمد لله نشكر سمو الحاكم لأنه اهتمام خاص صراحة بالكل فاللي تشوف فيها هذه قاعة المحاضرات لـ 100 طالب بصورة عامة بها قاعات للتصميم التركيز كان على جناح جديد للأزياء التي تشوف حاليا بالتلفزيون يضمن مكانات للإنتاج والتصميم وطبع الأنسجة جميل جدا هذه التوسعة ما شاء الله مساحتها وائدة كبيرة نقول 40% من مساحة الكلية الأساسية قريبا تكون ضعف مساحة الكلية الحالية 3700 متر مربع إضافة جديدة لدينا جميل جدا عموما شكرا للش دكتورة على وجود تفيها أنا كنت سعيدة جدا بوجود تسعيدة أيضا أني أتعرف على هذه المشاريع أنا دائما أسعد بالتعرف على مشاريع كليات الفنون الجميلة والتصميم بالذات لأن في طاقة فنية جميلة بالنسبة لي الطاقة الفنية هي طاقة إيجابية ويد حلوة تنتشر في المجتمع شكرا لك دكتورة شكرا شكرا على استضافتكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة